هذا وقال أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تحركت خلال الشهور الماضية في حملة دبلوماسية مكثفة مشيرا إلى أنه يتعين مواصلة الجهد مع شركاء المقتنعين بعدالة القضية والساعين إلى تجسيد حل الدولتين على الأرض وأوضح أبو الغيط أن وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلبا عربيا بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود إن وقف إطلاق النار اليوم لم يعد مطلبا عربيا فقط بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود هو ضرورة إنسانية وإخلاقية وهدف استراتيجي لتجنيب هذه المنطقة شرور حربا موسعة ليست احتمالاتها ببعيدة بل أن شرارتها تلوح في أفق المنطقة منزرة بالخراب للجميع بغير استثناء